السلام عليكم مشاهداتي العزيزات كانت منها ان شاء الله تكونوا على خير وبالخير اليوم ان شاء الله جيت نسايب لكم طبق الهدث اللي هو غني عن التعريف وكذلك المنافع دياله الكتير الكتير بزعف بنسبة تراريس خار وحتى الكبار فطبق الهدث غد نوريكم طريقة جد جد مبسطة باش تسايبوه بنسبة المبساطيات اللي عاد بدوك تدخلو الكوزينة ان شاء الله معايا غد نقلمكم تسايبوه الهدث ويجيكم دائما لديد وبنية بسم الله نبدأو بالمقادير عندي هنا يا زلافونس اللي هي اللادس اللي نقيتها بالحجر وفزقتها واحد من نصف ساعة علامة الحبة ديالها يعني تنفخها دشي شوية باشي طابلية دغية يعني لك اللادس مشي طيب تدلوا الطريقة باشي طابدغية عندي هنا ثلاثة ديال ما تشات صغار محكوكين قصبور ومعدنوس او غير معدنوس عندي هنا يا اربعة ديال فصو ستاو محكوكة او خمسة لانني هنا فضل وصوه معديش نستعمل البصر غتي نستعمل فقط التوم وعندي زيت بلدية عندي هنا يا تحميرا عندي سكين جبير عندي هنا يا الكمون والملح عندي ملعقة 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 صغيرة وعندي هنا يا مطيشان ديال الحوك بسم الله غتي نبدوها باركة الله كناخد تنجرة ديالي كنوضع فيها ديالنا واحد ثلاثة ديال المالقات ديال الزيت البلدية مالقات كبار كنزيدو عليهم توم من الافضل انكم تكتروف توم ثلاثة ديال تومة كبار كنخليج تشحر ان هذه الطريقة تجيبها البيض كنخليج تشحر مع ديالك صغيرة تريدية ومع التومة شكرا ثلاثة ديال 1 ثلاثة ديال 1 ثلاثة ديال 3 مالات بصغيرة محكمة نقلل هي البلد تحتكي بداية جوش ونضيفوا باقي الزيت الوابل هنا هي اللاتس قربتها هنا جديت ثلاثة ديال خيال سوياس ونقيتهم وقربتهم حيث لهم انقلتها بالسبب الناس الذين يستعملون دامة ديال بالنيس استعملوها او الذين لديكم مراق ديال اللحم او ديال الدجاج فحتروا ممكن ان تحتفظوا به وتستعملوا زيادكم للدام هذا هو الشكل النهائي ديال اللاتس لكي يجي الجيد ورائع كنتمنى انكم تجربوه بالسبب المبتدئات ونتمنى ان وصفة اليوم تكون عجباتكم انتدروني في وصفات قادمة ان شاء الله كنتمنى تشاركو في القناة وانضغطو على زر الجرس باش توصلو بكل جديد ان شاء الله